تجربتي مع 750 تاوي كارت ده طبعا انا روحت اشتريته والواحد صاحبي من مول البوستان وانا مش عايز اقول لكم ان معظم ان اللي في مول البوستان يعني مش كويسين الا انراحي ما ربي طبعا يعني فيه ناس كتير فيهم كويسين وفيه ناس ما عندهاش ضمير للأسف يعني ممكن ابيعارف ان الكارت فيه مشكلة بس هو مش اقول لك عليها لانه عنده حاجة عايز باعها بسعر غالي ويخلص منها هو الكارت سعره في مول البوستان حاليا تقريبا عامل الف ونص فانا روحت عملت تيست على الكارت عادي جدا استخدمت برنامج فور مورك واستخدمت كينج هيفن بنش مورك واستخدمت هتلاقي الكارت بيعمل معك تيست مفيش اي مشكلة وهتلاقي الكارت تشغال معك زي الفول وممكن تقوى تعمل تيست ساعة كمان تلاقي الكارت مفيش ايه هاجة تيجي بقى تروح البيت وانت بتلعب جيم بليه مثلا حاليا بتلعب لك ساعة او ساعتين فجأة تلاقي الكارت منك راح فاصل تلاقي الشاشة سودت وما بيديش معك ايه هامر تيجي دوصلة كنترول بليت ما بيعملش معك ايه هاجة طبعا الكارت ده يعني تاريخ انتاجه يعني مثلا هنيجي مبص كده على تاريخ انتاج الكارت ده فبراير 18 فبراير 2014 يعني تقريبا حوالي 8 سنين الكارت ده متدس عليه فانا بنصح الناس يعني بلاش تشتري كارت مستعمل لان حتى لو بتعرف تعمل عليه تست ممكن تاخد الكارت وتروح بيه تلاقي زهرت معك مشكلة وعشان ترجع ترجع له الكارت تاني اقول لك بقى السيناريو اللي هيحصل اول حاجة هيقولها لك معلش انت البورسبلاع عندك فيه مشكلة وهو اللي عمل كده في الكارت منك وانا مش هرجعه لك يعني انا الكارت ده لما جبته بألف ونص فاضطريت ان انا راح ابيعه تاني لنفس الراجل اللي انا اشتريته منه خده مني بقى بقى بسبعمة وخمسين جنيه فانت خسرت خمسين في المئة من فلوسك فتعمل ايه بقى يعني مفيش قدامك حاجة غير ان انت تشتري بروسيسور مدمج رايزن جي وتمشي نفسك به لحد ما اسعار الكروت تنزل لان كده الاسعار رايحة في داية وعشان تشتري كارت زي دا مستعمل ثمان سنين يعني انت وحظك بقى لان انا كده في اعتقادي انه انت رايح تجيب كارت مثلا زي سبعمة وخمسين تي اي دا مستعمل انت رايح من الاخر بتشتري بطيخة انت وحظك بقى هل تلقت بقى سليمة قرعة ولا همرة دي حاجة بقى ايه انت مش هطيتها في دماغك فاخد بالك برضو يعني انا ما بعبش في الكارت هو الكارت كويس وكل حاجة يعني بيشغل ألعاب كتير على الف تمانين بيه هو يعني يعتبر احسن من ال رايزن جي فطبعا لو ليك واحد صاحبك بيبيع الكارت دا سبعمة وخمسين تي اوي وانت واسك فيه وهو شغال عليه تمام وما ظهرش معاه اي مشكلة وعايز بقولك انت ممكن تشتري منه عادي لان انت بتبقى واسك وانت بتشتري الكارت انت عارف الكارت دا رايح فين وجاي منين يعني انت عارف تمام الكارت دا ايه لكن ان انت تروح مول البستان او تروح اي مول اي حد بيبيع الكارت دا مستعمل وتجيبه منه انت بقى مش ضامن ومش عارف انت هلو فيه مشكلة هتعرف ترجع فلوسك اتاني ولا لأ فانا نصيحة مني يعني هتخليك في الجي في الرايزن جي للبرستر المدمج الاي بيو اما ما تجيبش الكارت دا لانهو مش مستعمل بصراحة يعني ما تسيقش في حد ان انت تجيب كارت ازا دا مستعمل منه او ممكن لو ليك حد مثلا في ستور الكارت دا متوفر عنده انت واسق فيه ممكن تجيبه منه تقوله الكارت لو ظهر فيه مشكلة انا ممكن ارجعه لك تاني ساعتها تمام يا باكانها مفيش اي مشكلة انت ممكن تاخد الكارت تجربه وتلعي تمام معاك امين مش تمام ترجعه له تاني او ممكن بقى زي ما قلت لك تجيبه الابيو لحد ما اسعار الكروت تنزل لان كده كده فيه اخبار ان الكروت احتمال ترخص في السنة دا لان البيت كوين وقع وقع جامد اوي يعني النهاردة البيت كوين عمل 35000 دولار وده رقم اولا الاوي يعني من يومين كان اعمل حاجة و 28 اعتقد يعني مع ان ده مش السببب الاساسي برضو في غليو كروت الشاشة ان طبعا الوكيل بياخد الكارت بيدي لي المحل بسعر والمحل بيدي لي الزبون بسعر ويجي يقول لك في الاخر الكارت ما بيطلعش من غير تجميع يعني لازمك ان انت تشتري منه بوردة وتشتري منه بروسيسور ورمات عشان تاخد معه كارت شاشة فحاول يعني حاولوا تماشوا نفسوكوا باي حاجة دلوقتي لحد ما الاسعار الكروت تنزل كده انا وصلت الفكرة لو عجبك الفيديو متنساش تعمل اللايك والسبسكرايب ولو عندك اي سؤال اسألوا لي وانا ان شاء الله اضر فيه سلام اشترك city هائي وان Players هوا